طب كده خلصنا؟ لا لسه بكرا ان شاء الله بيظهر راعي جديد على تشارة النادي الاهلي ليه انا بقول كده؟ لانه بكرا ان شاء الله النادي الاهلي بيعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة ساعة 12 غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة للاعلان عن راعي جديد ينضم الى قائمة رعاة النادي الاهلي خلال الثلاث سنوات القادمة ان شاء الله بكرا في الاجتماع يكون كابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة ومسؤولي شركة بروميتيون طاير ايجيبت وعدد من نجوم الفريق الاول والفرق الرياضي بيعني انا حبيت بس في البداية انا وري حضراتكم ان احنا بطلع من اليد على الطايرة عالكورة على المؤتمر الصحفي وعن راعي جديد بينضم الى رعاة النادي الاهلي خلال الفترة او خلال الثلاث سنوات القادمة شكر كبير ايضا للمجموعة اللي بتعمل على هذا الامر سواء مع الشركة المتحدة او في شركة الكورة في النادي الاهلي الاتنين الحقيقة عاملين شغل رائع جدا وفي الاخر التعاون بيظهر لحضراتكم على شكل اللي حضراتكم شايفينه وهذا التعاون الرائع الكبير ما بين الشركة المتحدة المتحدة سبورت والنادي الاهلي الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة الواحد بيبقى سعيد لما بيتفرج على مثل هذه الامور لانه حاجات حلوة كتيرة جدا 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 بنشوفها وسنظل دائما مبسوطين فرحة المشتغية ابدا ولكن بتكسب ماتش بيوديك للدور اللي بعده وهكذا وهكذا لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع عندنا ان شاء الله على اخر الاسبوع كده هيبقى عندنا 3-4 بطولات ان شاء الله ان شاء الله نصل لنهائي هذه البطولات وان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بهذه البطولات اللي بنسعى دائما سواء في السلة او في الطائرة او في السلة مش هيبان دلوقتي طبعا لاجنة الطائرة واليد والبداية من بكرة ان شاء الله الطائرة نهائي البطولة بكرة ان شاء الله ربنا يكرمنا وبعد كده نكمل بقية البطولات ان شاء الله على خير خلاننا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم في الكرة بقى في موضوعات تخص كرة القدم